السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لكم جميعا أهلا وسهلا بكم في الحقيقة مع سيف تحياتي للجميع كل سلام أنتم ترامين جميعا بمناسبة عيد الأطحى المبارك ربنا يجعلوا على الأمة الإسلامية عيد خير يا رب العالمين من أقصى إلى أقصى ولا ننسى أهلينا في المسجد الأقصى وأهلينا في غزة ربنا ننصرهم يا رب العالمين تحياتي للجميع خناء من نوع جديد جدا على سفاح التجمع إيه هي الخناءة دي يعني عرفها مع بعض وإيه قصة المليون دولار اللي ابتدى والده يبدأ إنه هو يتفحى عشان يقدر إنه هو يخرج ابنه من حبل المشنقة وإيه علاقتها باللجانة الألكترونية اللي هتبدأ ضخ سمومها في المجتمع تعالوا نشوف بينا الحكاية والقصة بتاعتنا النهاردة لأن القصة فعلا هتهمك عشان تعرف فين الحقيقة بالزل فحط لايك للفيديو عشان الحقيقة توصل لكل الناس ولو إنت أول مرة تشوفنا تشرفنا قوعة تنسى تحط لايك للفيديو وتفعل زر الجرس عشان الحقيقة توصلك ويوصلك مننا كل جديد تحياتي بيك يلا بيك هم يدحك وهم يبكي خناءة كبيرة جدا ما بين التين منتجين على إنتاج مسلسل يحمل اسم سفاح التجمع إيه قصتها؟ هقول لك بس خلينا أقول لك في الأول كده إن الموضوع هو بيزنس بحت جدا فإحنا بدل ما نعمل مسلسل ليه أحمد زويل طبعا مش هيأكل عيش أو هنعمل مثلا مسلسل على دكتور الغلابة اللي برضو مش هيأكل عيش ابتدينا ندور وندعبس عشان نطلع سفاح التجمع وليه سفاح التجمع اتخلقوا عليه هقول لك طبعا أكيد كلكم سمعتوا اعترافات سفاح التجمع وإيه اللي عمله وإن الواحد في هذه القناة كان خجلان جدا إنه هو يقدر يتكلم في الحاجات الإباحية اللي موجودة في الاعترافات دي عشان كده عجبت المنتجين وابتدوا هيعملوا عليها مسلسل بس إزاي يعمل مسلسل بالكمية دي اللي احنا خجلنا إن احنا نعرضها ويعرضوا مسلسل في رمضان إزاي وإيه التفصيلة هقول لك لصة بدأت إن من ثلاث أربع تيام بالضبط كده طرع علينا على السوشيال ميديا المؤلف محمد صلاح العزب وقال إنه هو بدأ في كتابة مسلسل سفاح التجمع كريم وإنه هو بعد كده اتصور ما حصل الرداد ودخل على الخط معاهم أحمد السبكي عشان يبدأوا إنه هما يصوروا وينتجوا مسلسل سفاح التجمع الأمر موقفش على كده اللي خل المنتج أيمان يوسف يعلن على إنتاج المسلسل الخاص بيه سفاح التجمع الخامس ولكن المرة دي استعان بقى بمؤلف جامد جدا اللي هو اسمه يوسف جوزيف والأمر بقى على صفيح ساخن جدا لما أعلن المنتج أيمان يوسف إنه خد كل التصريح واللزمة من الرقابة على إنتاج المسلسل اللي هو يحمل اسم السفاح والأمر برضو موقفش ولكن إنه هو حذر أي شركة إن هي تقدر تقرب من العمل ده فالموضوع كله يتلخص في البزنس يا عزيزي ليه بقى يتلخص في البزنس لأن موضوع سفاح التجمع مادة دسمة جدا وبصراحة الواحد يعني في موقف غريب جدا إزاي إحنا كنا هنا في القناة بنتكلم على اعترافات سفاح التجمع بحياء شديد جدا وخجل شديد جدا لأن اعترافاته كانت مقززة للغاية وأفعاله كانت مقززة للغاية إنه هو إزاي يمارس الجنس مع الناس وإنه هو كان بيعذبهم وإنه هو إزاي كان بيعمل العلاقة بعد لما يموت وحاجات مقززة جدا فكنا بنتكلم في الكلام ده بحياء وخجل شديد يعني هنا في القناة واعتذرنا لكم إنه إحنا نكمل في الكلام ده لأن قلنا لكم إنه جاي كله حاجات 99% كانت مهدلة فاعتذرنا لإحنا نكمل في الكلام ده دي نقطة النقطة التانية أنتوا واخديني الماتيريال دوت أو واخديني الحاجة دي كأنها بيزنس ولكن أنتوا مش هتقدم إيه الإضافة اللي أنت تعمله في المجتمع الإضافة اللي أنت تقدر تعمله في المجتمع اللي أنت تعرض حاجة زي أحمد زويل طبعا مش هيأكل عيش أو زي الدكتوري الغلابة طبعا اللي مش هيأكل عيش ولكن أنتوا روحتوا لحاجة بيزنس بحق وأصبحت كل حاجة بقت هي بزنس 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 فسفاح التجمع مادة خصبة للجميع ولكن ده اللي هيقودنا بقى لحاجة تانية ايه هي الحاجة تانية المليون دولار او النص مليون دولار اللي كانت ابتدت تتعرض على بعض المحاميين القبار عشان يبدأوا ويترفعوا في القضية دي وكان على رأسهم المستشار مرتضى منصور ولكنه رفض رفضا قطعا كان قودا واحدا لا اما بقى الجانب الخفي في القضية دي ان ابتدت تظهر كده بعض اللي كان على بعض المنصات التواصل الاجتماعي وبعض المنصات على اليوتيوب ان هي تبدأ تروج للتعاطف مع سفاح التجمع وده اللي انتو هتشوفوه على منصات اليوتيوب في الفترة الجاية على سبيل المثال يقول لك ده بطل قومي بطل قومي ليه لانه هو كان بيتخلص من الضحايا من فتيات الليل ويبدأ بقى الكلام والحديث من هنا خلي باركوا في الفترة الجاية انك انتو هتلاقوا حاجات زي كده كتير ان هي تبدأ تضخ السم في العسل عشان تبدأ تجذب ليها مجموعة من المتعاطفين عشان يبدأ يضرب الرأي العام في القضية دي بالزبط تحياتي ليكم جميعا واشوفكم بألف خير وبصحة وسعادة رب تحياتي ليكم جميعا ترجمة نانسي قنقر